السلام عليكم وعليكم الله وبركاته عزيزي طلبة وطلبات الصف الثالث السنوي شعبة إدارة النهاردة إن شاء الله مع بعض عن كامل مادة إدارة المشاريات كنا خدنا فيها الحلقة اللي فاتت جزء عن مفهوم النظام والنظام في مجال نظم المعلومات والحكومة الإلكترونية ونبهنا وقلنا يا جماعة إن الحكومة الإلكترونية من الحاجات المهمة اللي أسئلتها بتكون موجودة في الامتحان بالصفة دايما النهاردة إن شاء الله ناخد جزء مهم قوي اللي هي وظائف الإدارة في ظل الحكومة الإلكترونية طبعا وظائف الإدارة لها أربع وظائف ممكن تتكلمنا عنهم بنبذة بسيطة الحصة اللي فاتت وقلنا وظائف الإدارة في أربع وظائف عندي أول وظيفة هنبص مع بعض كلا على وظائف الإدارة في ظل الحكومة الإلكترونية هنلاقي وظائف الإدارة في ظل الحكومة الإلكترونية أربع وظائف أول وظائف التخطيط الإلكتروني ثاني وظيفة التنظيم الالكتروني ثالث وظيفة القيادة الالكترونية رابع وظيفة الرقابة الالكترونية بكل بساطة كده وظيف الإدارة في ذلك الحكومة الالكترونية كم وظيفة؟ تفاعل مع بعض انهم أربع وظيف تقطيط تنظيم قيادة الرقابة الوظيف دول ما فيش امتحان من امتحانات الدبلوم إلا ما بيكون عليها سؤال مقال وأسئلة في أكمل وفي صحة وغلط وفي توصيل أو مصالح علمي فمن المواضيع المهمة قوي 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 إلا أنا الأصول كطالب أبدأ بإدارة المشاريات أمسك وظيفة الإدارة كده أخذه من الأربعة بالتفصيل وإيه الأسئلة ممكن تجي فيهم وممكن تجي صحة وغلط إزاي وأكمل إزاي فهنا النهار دا مع بعضا نستعرض كل وظيفة من الوظيف دي بالتفصيل نبدأ مع بعض بأول وظيفة وهي وظيفة التخطيط عايزين نفع ما جماعي يعني إيه التخطيط الالكتروني قبل ما نشوف التعريف بتاعه لو قلنا مع بعض كده أنا كصاحب أو شغال في مجال معين وعايز أخطط بعمل خطة للمواضي والمستقبل أكيد طبعا أعمل خطة للمستقبل يبقى التخطيط اللي أنا بفكر في المستقبل بحيث أحقق أهداف بتاعتي بأفضل السبل وأقل تكلفة يبقى التخطيط الالكتروني أنا حبينا نشوفه مع بعض هللاقي التخطيط الالكتروني هو الوظيفة الإدارية التي تهتم بتوقع المستقبل لو قال لي المواضي أقول له غلط لا بالمستقبل وتحديد أفضل السبل أفضل أداء عندي لإنجاز الأهداف التنظيمية باستخدام التقنيات الحديثة يبقى التخطيط الالكتروني قلنا عبارة عن وظيفة إدارية عشان قلنا من وظيفة الإدارة هو التخطيط الالكتروني يبقى التخطيط الالكتروني ده وظيفة إدارية الوظيفة ده تهتم بتوقع مين؟ المستقبل هم حاجة عندها المستقبل اللي جاي وتحدد أفضل السبل لإنجاز الأهداف التنظيمية بتاعتي باستخدام إيه؟ باستخدام التقنيات الحديثة وباستخدام التكنولوجيا الحديثة التخطيط الالكتروني ده ممكن يقول لي إيه المقصود بالتخطيط الالكتروني أو يجيلي في مصطلح علمي أو يجيلي في أكمل يبقى أنا كده أول نقطة استعرضت لها إيه المقصود بالتخطيط الالكتروني طب إيه ممكن يجيبه لي تاني في التخطيط؟ قلنا ممكن يجيب لي تاني في التخطيط خصائص التخطيط لو بصينا كده مع بعض عن لاقي خصائص التخطيط الالكتروني إيه خصائصه وإيه صفاته؟ على لاقي في كده نقطة لخصائص التخطيط أول نقطة من خصائص التخطيط عنقول أن التخطيط عملية إيه؟ دينماكية زيادة تدفق المعلومات للمنظمة خاصية تالتة للتخطيط تغيير مستمرة على الخطط ما ينفعش أن أعمل خطة وافضل عليها زي ما أنا موجود لازم أعمل في تغيير مستمرة عليها بصفة دايما جميع العاملين يقومون بعملية التخطيط العاملين اللي عندي كلهم بيساموا معي في عملية التخطيط الخطة الإلكترونية زيادة معونة عالية جدا ودي بتجيلي في صح وغلط يقول لي الخطة الإلكترونية ليست زيادة معونة عالية جدا بقوله إجابة غلط عشان فيه ليست زيادة معونة عالية لأن الخطة الإلكترونية زيادة معونة عالية جدا يبقى ده خصائص التخطيط الإلكتروني يبقى أنا كده فهمت إيه معنى التخطيط الإلكتروني؟ قلت إن أنا بتوقع وظيفة إدارية بتهتم بتوقع المستقبل السؤال هيجيلي يقول لي ما المقصود بالتخطيط الإلكتروني وخصائص التخطيط الإلكتروني فانا بقول له تعرف التخطيط الإلكتروني ايه وخصاصه النقطة اللي تعرضنا لها وقلنا التخطيط عملية ايه يقول لي اكمل زيادة ضفق المعلومات لمن تغيير مستمرة على نقط فممكن يجيب هالي في شكل اكمل او يجيب هالي في شكل صح وغلط نقطة تانية كده التخطيط ده في انواع ما هي انواع التخطيط الإلكتروني قلنا انواع التخطيط الإلكتروني علاقة عندي التخطيط الإلكتروني فيه تلات انواع واحد التخطيط الاستراتيجي اتنين التخطيط التكتيكي تلاتة التخطيط التنفيذي يبقى التخطيط الالكتروني بيضم تلات أنواع من التخطيط واحد تخطيط استراتيجي اتنين تخطيط تكتيكي تلاتة تخطيط التنفيذي فلو جالي أكمل السؤال وقال لي من أنواع التخطيط الالكتروني نقط ونقط ونقط بقول له تلات نقط واحد تخطيط استراتيجي اتنين تخطيط التكتيكي تلاتة التخطيط التنفيذي طب ما ممكن يجي لمصطلح علمي يقول لي ايه معنى التخطيط الاستراتيجي قلنا معنى التخطيط الاستراتيجي بكل بساطة هو يهتم بالشؤون العامة للمنظمة ككل بمعنى اللي انا مش هاجي اخد للمنظمة بتاعتي او المنشأة بتاعتي اهتم بجزء واسيب التاني لأ ده انا بعمل خطة استراتيجية للمنظمة ككل يبقى ما يجي اقول لي التخطيط التنفيذي هو يهتم بشؤون المنظمة ككل أقولوا الإجابة غلط لأنه ده التخطيط الاستراتيجي فيه تخطيط تاني وهو التخطيط الايه التكتيكي ده بيركز على تنفيذ الأنشطة المحددة في الخطة الاستراتيجية أنا ما عملت خطة استراتيجية أكيد حطيت النشاط واثنين وثلاثة الأنشطة دي ما بدأ أنفز فيها فأصبح التخطيط التكتيكي بيعمل بيركز على التنفيذ الأنشطة المحددة في الخطة الاستراتيجية تالت نوع من أنواع التخطيط وهو التخطيط التنفيذي التخطيط التنفيذي يطرون من يستخدمه قلت المدير بيستخدم التخطيط التنفيذي لإنجاز مهام ومسؤوليات عمله يبقى التخطيط التنفيذي مين بيستخدمه؟ بيستخدمه المدير لإنجاز مهام وأنشطة أو مهام عمله يبقى أنا كده أنواع التخطيط استردت لأنواع التخطيط تلاتة اللي هو التخطيط الاستراتيجي التخطيط التكتيكي التخطيط التنفيذي لو حبيت أفهم كل واحدة عشان لو جالي فيهم صح وغلط أو جالي مصالح علمي يقول لي يستخدمه المدير لإنجاز مهام عمله أقول له آه يستخدمه المدير لإنجاز مهام عمله ده التخطيط التنفيذي طب يهتم بشؤون المنظمة ككل يهتم بشؤون المنظمة ككل أنه تخطيط فيهم تمام التخطيط الاستراتيجي يبقى احنا كده في التخطيط لغاية دلوقتي لما نحب نذكر التخطيط اللي هو من اول وظائف الادارة استعرضنا لايه؟ استعرضنا ليه ايه مفهوم التخطيط الاكتروني ايه هي خصائص التخطيط الاكتروني ايه المقصود او انواع التخطيط الاكتروني اللي هم التلات انواع اللي عندنا طب ممكن نسألني ايه تاني في التخطيط فيه سؤال تاني في التخطيط ما هي خطوات التخطيط الإلكتروني نشوف كلا مع بعض خطوات التخطيط الإلكتروني أنا أريد أن أعمل خطة خطوات التخطيط الإلكتروني بتمر أكيد بخطوات أول خطوة من خطوات التخطيط الإلكتروني وهي وضع المعلومات على الإنترنت أول حاجة بعملها بنزل معلوماتي على الإنترنت يبقى دي أول حاجة وضع المعلومات على الإنترنت اتنين تصنيف الخدمات بطريقة صحيحة تلاتة الحفاظ على أمن المعلومات يبقى كده تلات خطوات للتخطيط الإلكتروني أولهم وضع المعلومات بصلنا في الخدمات بحافظ على أمن المعلومات الحاجات دي كلها اللي أنا بعملها مش محتاجة عندي تمويل يبقى لازم أنا أوفر التمويل الكافي اللي أنا أقدر به أعمل الخطة وألفز الخطة دي بعد ما أوفر التمويل الكافي أوظف العناصر المهرة يعني أنا عندي أنصر من العناصر سوى عناصر بشرية عندها كفاءة عالية أبدأ أوظفها في المكان المناسب في الكلام ده كله وأنا بعمل الخطة بتاعتي وخطواتها أبدأ أعمل عملية اطلاع على التجارب السابقة لما بطلع على التجارب السابقة ممكن أحاول أتلاشى الأخطاء اللي أنا ممكن أقع فيها أو المشاكل اللي ممكن تقابلني يبقى خطوات التخطيط الإلكتروني من أهم خطوات التخطيط الإلكتروني وما يجي أقول لخطوات أبدأ أخدهم واحدة واحدة واستعرضهم كده أول حاجة أول خطوة ليه وضع المعلومات تمام المعلومات دي بتحط فين وضعها على الإنترنت بعد أما بحط المعلومات دي بعمل إيه أصلنا في الخدمات بطريقة صحيحة بعد كده المعلومات دي حافظ عليها أو لا قلت بحافظ على أمن المعلومات بوفر التمويل الكافي بوظف العناصر المهرة اللي عندي وفي النهاية بطلع على التجارب السابقة يبقى مش عايزين نتوهم من بعد قلنا في الأول إن وظائف الإدارة أربع وظائف وبنستعرض مع بعض دي وظيفة التخطيط فوظيفة التخطيط لو سألني فيها يقول لي المقصود بالتخطيط وخصاصه إيه المقصود بالتخطيط وخصاص التخطيط هيجي يقول لي إيه هي أنواع التخطيط أو خطوات التخطيط الاكتروني يبقى أنا يا جماعة ما باجأ استعرضها كده نقطة نقطة هتلاقيها الموضوع بالنسبة لي سهل وبسيط نستعرض كده موضوع تاني ما هي خطوات إعداد الخطة التنفيذية يبقى أنا الطلب كتير قوي بيطلخبطه عندي لما يجي لقى خطوات فيه اختلاف بين خطوات التخطيط وخطوات إعداد الخطة التنفيذية عشان أحيان طلب كتير يقول لي يلاقي كلمة خطوات في الامتحان يحكي أتب خطوات التخطيط ويكون طالب خطوات إعداد الخطة التنفيذية فيه اختلاف بين ده وبين ده في الإجابة نشوف مع بعض ما هي خطوات إعداد الخطط التنفيذية أول خطوة من خطوات إعداد الخطط التنفيذية وضع الأهداف أشوف هدف إيه من الخطة دي تحديد الأهداف المستقبلية الهدف بتاعي المستقبلية يكون إيه؟ تحليل وتقييم البيئة تحديد البدائل بديل ده مش ينفع في بديل ألف في بديل بيه تقييم البدائل اختيار الحل الأمثل وفي النهاية بنفذ الخطة يبقى إحنا لو بصينا مع بعض من خطوات إعداد الخطط التنفيذية علاء خطوات إعداد الخطط التنفيذية سبع خطوات خطوات إعداد الخطط التنفيذية سبع خطوات أول خطوة فيهم وضع الأهداف الأهداف اللي وضعتها دي بهم حدد الأهداف المستقبلية وضعت الاهداف بعد ما وضعها بحدد اهداف المستقبلية ايه بحلل وقيم البيئة بتاعتي بعد كده بقوم بعملية تحليل البدائل بحدد البدائل بتاعتي وقيم البدائل واختار الحلل الامثل وبعدها بنفذ الخطة يبقى انا كده استعرضت خطوات اعداد الخطة التنفيذية وما اتلغبطش بين خطوات اعداد الخطة التنفيذية وخطوات التخطيط الالكتروني بعد كده فاضل جزء بسيط تاني في التخطيط ايه هي ضوابة التخطيط اللي احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي ما هي ضوابة التخطيط الجيد ودي على طول بتجيلي في اسئلة اكمل او في اسئلة صح وغلط لو بصينا كده يا جماعة نلاقي ضوابة التخطيط الجيد تلت ضوابط ضوابط نوعية ضوابط كمية ضوابط زمنية يبقى ضوابط التخطيط الجيد كم ضوابط الاول بحفظه من الاول كعناصر اساسية تلت ضوابط للتخطيط طب ايه هم التلت ضوابط نوعية كمية زمنية يبقى التلت ضوابط تاني نوعية كمية زمنية طب يا مصر عن ايه كلمة ضوابط نوعية قل لكلمة ضوابط نوعية ضوابط نوعية تتمثل في جودة المواد المطلوب شرائها هو أنا كإدارة مشرائة وعايزة شراء حاجة للمنشأة بتاعتي أين كان السهل على الشراء المنشأة وأين كان المنتجة اللي أجبه المنشأة لابد الشريب جودة عالية يبقى أنا ضوابط نوعية تتمثل في الجودة المطلوب شرائها تبتاني ضوابط ضوابط إيه؟ قلنا ضوابط كمية ضوابط كمية اللي أنا أشريه ده أو المنتج اللي أنا أشريه بالكمية المناسبة يبقى دي اسمها ضوابط كمية يبقى ضوابط نوعية بتركز على الجودة ضوابط كمية الكمية المناسبة طب يا ترى ضوابط زمنية أكيد الوقت المناسب اللي أنا أشري فيه يبقى أنا كده ضوابط كم ضوابط ضوابط نوعية ضوابط كمية ضوابط زمنية لو جال لي صح وغلط فيها وقال لي الضوابط النوعية تتوقف على الوقت المناسب لشراء السلعة لأ كلمة وقت يبقى زمنية تتوقف على الكمية لأ كلمة كمية تبقى كمية طب الجودة اللي هي النوعية يبقى دي ضوابط التخطيط الجيد لو بصينا كده في سؤال تاني يقول لي للتخطيط ضعمتين أسياتين ودي بتجيلي على طول في أكمل فأسئلة أكمل بيقول لي للتخطيط ضعمتين أسياتين هما نقط ونقط أقول له تخطيط لي ضعمتين أسياتين هما الأهداف والتنبؤ أكيد لما بعمل خطة ببقى عايزة أشوف هدف إيه وتنبأ بإيه فالأهداف اللي هي الغيات المطلوبة الوصول إليها أنا أكيد بعمل خطة ليه هدف معين وليه غاية معينة عايزة أوصل لها يبقى دي الأهداف التنبؤ هي وضع افتريات عامة ستكون عليها الأحوال في المستقبل لو تذكروا من شوية أما أنا قلت بعمل خطة بعمل خطة للمستقبل فأنا بحاول أشوف أتوقع أو أتنبأ بإيه اللي يحصل في المستقبل للمنشأة بتاعتي يبقى كده قلنا للتخطيط كده للتخطيط كده قلنا التخطيط فيه ضوابط تلت ضوابط ضوابط نوعية ضوابط كمية ضوابط زمنية قلنا للتخطيط ضعمتين أسياتين هما الأهداف والتنبؤ يبقى كده موضوع التخطيط وأول وظيفة من وظائف الإدارة انتهينا منها لأن الموضوع بسيط خالص يبقى ما يجي يقول لي وظائف الإدارة أربع وظائف تخطيط تنظيم قيادة رقبة خدنا التخطيط وقلنا إيه اللي ممكن يسألني فيه في التخطيط علاقة التخطيط عند فيه مفهوم التخطيط وخصاص التخطيط بعد كده هايجي يقول لي إيه هي أنواع التخطيط وإيه هي خطوات التخطيط وخطوات أعداد الخطة التنفيذية وضوابط التخطيط وبعد ضوابط التخطيط للتخطيط ضعمتين أسياتين هما الأهداف والتنبؤ لو استعرضت للمواضيع دي كلها لو دخلت للمتحلقات التخطيط جالي سؤال منه مقال علاقة جايب لي حاجة من دي فصح وغلط منهم فأكمل منهم في توصيل في مصطلح علمي يبقى أنا كده خلصت من موضوع التخطيط وانتقل لنقطة تانية وهي التنظيم عايزين نشوف إيه معنى التنظيم الإكتروني أو إيه المقصود بالتنظيم الإكتروني أكيد بعد ما بعمل خطة إكترونية بخش على محلة تانية ووظيفة تانية من وظيفة الإدارة وهي التنظيم فلو بصينا كده على التنظيم نقول له إيه التنظيم هو وظيفة إدارية طبعا ما حلقنا من ضمن وظيفة الإدارة التنظيم يبقى وظيفة إدارية زي التخطيط الوظيفة الإدارية دي تهتم بالموارد البشرية والمادية يبقى الوظيفة الإدارية بتهتم بكم موارد اتنين البشرية والمادية الأعمال اللي عندي والألات اللي عندي من خلال ايه؟ تصميم هيكل أساسي للمهام والصلاحيات يبقى أنا ما أحب أعمل عملية التنظيم اكتروني قلت دي وظيفة من ضمن الوظافة الإدارية يبقى عشان أبدأ بتعريف أي مصطلح في الأربعة لازم أقوله أول حاجة أقوله التخطيط أقوله وظيفة إدارية أول بداية التعريف التنظيم هو وظيفة إدارية طب الوظيفة الإدارية في التنظيم دي ما لها بقى؟ قلنا وظيفة إدارية بتهتم بتهتم بإيه بالزبط؟ هل بتهتم بالمستقبل؟ قلت لا الوظيفة الإدارية في التنظيم بتهتم بحاجتين بالموارد البشرية والموارد المادية أما التخطيط قلنا وظيفة إدارية تهتم بتوقع المستقبل يبقى كده فيه اختلاف بين ده وده طيب لو قلت الوظيفة الإدارية البشرية والوظيفة المادية دي من خلال إيه إلا أنا بصمم هيكل يعني شكل أساسي للمهام والصلاحيات ده المقصود بالتنظيم الإلكتروني زي ما تكلمنا في التخطيط كده عشان نربط المواضيع ببعض وقلنا التخطيط الإلكتروني وبعدها أخذنا خصائص التخطيط هنا عن أخذ التنظيم الإلكتروني يبقى على طول نأخذ سؤال خصائص التنظيم الإلكتروني فالسؤال بيقول لي ما هي خصائص التنظيم الإلكتروني خصائص التنظيم الإلكتروني عليها عندي أربع خصائص واحد التقسيم الإداري اتنين سلطة الأوامر تلاتة الرسمية أربعة المركزية والمركزية 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 نستعرضها بعد كده في أسئلة بمصطلح بتفصيل بتاعها يبقى احنا التنظيم الإلكتروني ليه أربع خصائص أول خاصية من خصائص التنظيم الإلكتروني نفتكر كلا مع بعض التقسيم الإداري اتنين سلطة الأوامر تلاتة الرسمية أربعة المركزية واللا مركزية يبقى سؤال التنظيم اللي ممكن يسألني فيه يقول لي ما المقصود بالتنظيم وخصائص التنظيم يبقى لو ما جابش التخطيط هيجيب للتنظيم المقصود بالتنظيم وخصائص التنظيم التنظيم ده وظيفة ايه؟ على طول اتفقنا الأربع وظيفة هو وظيفة إدارية طب الوظيفة الإدارية دي تهتم بايه؟ هل بالمستقبل قلت لا تهتم بالموارد البشرية والمادية؟ خصائص التنظيم كم خاصية؟ قلنا أربع خصائص التقسيم الإداري سلطة الأوامر الرسمية والمركزية واللا مركزية طب يا مصر ممكن يسألني سؤال في التنظيم قلنا آه ممكن يجيب لي سؤال تاني في التنظيم احنا هنا خدنا خصائص مين؟ خصائص التنظيم الإلكتروني ممكن يسألني سؤال تاني يقول لي خصائص هيكل التنظيم الالكتروني فنبص كده على السؤال اللي بعده ما هي خصائص الهيكل التنظيمي؟ ما هي خصائص الهيكل التنظيمي؟ وما تلغبطش بين خصائص التنظيم وخصائص الهيكل التنظيمي نستعرض أول خاصية وهي الانتقال إلى التنظيم المصهوفي الانتقال إلى الهيكل القائم على فرع العمل الانتقال إلى وحدات تنظيمية مصغرة الانتقال إلى التنظيم الأفقي الانتقال من الهيكل المحدد بالهيكل غير المحدد يبقى خصائص الهيكل التنظيمي في مجموعة خصائص عشان السنة الفاتت جاب سؤال في صح وغلط وقال لي من خصائص التنظيم الإلكتروني هو الانتقال إلى التنظيم الأفقي نتعلم حاجة بسيطة كده لأنه قلت عندي خصائص تنظيم وخصائص تنظيم الإلكتروني وخصائص هيكل الإلكتروني عشان ما أطلخبطش ما بين الاتنين في الحفظ بتاعهم على خصائص التنظيم الإلكتروني وخصائص الهيكل التنظيمي خصائص الهيكل التنظيمي ببدأ فيها بكلمة الانتقال الانتقال إلى الانتقال إلى الانتقال إلى يبقى لو جلس وقال صح وغلط وقال لي خصائص التنظيم الإلكتروني الانتقال إلى التنظيم الأفقي فيها الانتقال يبقى ده الهيكل يبقى الجملة غلطة على طول يبقى لما احفظها او لما انسى خلص كده خصائص الهيكل التنظيمي بابدأ فيهم بايه الانتقال الى الانتقال الى الانتقال الى ما عادة اخر واحدة بالانتقال من الهيكل المحدد للهيكل الغير محدد يبقى دي خصائص التنظيم الالكتروني وخصائص هيكل التنظيم الالكتروني يبقى التنظيم كده اسئلته ايه المقصود بالتنظيم ايه خصائص التنظيم وفي حاجة اسمها خصائص التنظيم الالكتروني اللي أنا بنتقل الى التنظيم المصفوفي بنتقل الى سلطة الاوامر بنتقل الى التنظيم الافقي بنتقل من التنظيم المحدد الى هيكل التنظيم الغير محدد تفاضل سؤال تاني في التنظيم ايه هو سؤال التنظيم اللي فاضل وهي تفويد السلطة يبقى التنظيم اسئلته كده بكل بساطة لو مسكتها على تنظيم وخصائصه وتفويد السلطة ايه معنى تفويد السلطة نبص مع بعض كده تفويد السلطة يعني ان المدير يمنح جزء من سلطته لمدير ادنى منه يعني ايه مصر الكلام ده يعني دلوقتي كمدير موجود في المكان اللي انا موجود فيه دلوقتي وااخد اجازة اسبوع او مش موجود في وقت معين فبجيب حد ادنى مني او المدير قال لي مني افوضه بالعمل مكاني يبقى انا كده افوضته بالسلطة مكاني طول تعالى اشتغل مكان او امسك المكان بتاعي او المصنع او اذا كانت الهيئة بتاعتي في المدة يوم او اثنين او ثلاثة يبقى انا بعمل عملية تفويد السلطة لمدير اقل يبقى ده معنى تفويد السلطة فلو جالي مصطلح علمي وقال لي ايه وتعني ان المدير رمنح جزء من سلطته لمدير ادنى منه اقوله دي تفويد السلطة تفويد السلطة دي بتمر بثلاث خطوط اول حاجة وهي تخصيص العمل للافراد منح حق استخدام الموارد بعد كده تحديد المسئوليات يبقى تفويد السلطة بتمر بثلاث خطوط وهي تخصيص العمل للافراد منح حق استخدام الموارد وتحديد المسئوليات طب هل تفويد السلطة بتمر بمشاكل وسن الفات ده كان سؤال في 2020 قال لهم ما هي يمر تفويد السلطة بثلاث خطوط مع توضيح مشاكل تفويد السلطة تفويد السلطة بتمر بمشاكل قال لي تفويد السلطة تؤدي إلى زيادة أعباء الرؤساء وأحباط المرؤوسين يبقى ده موضوع تفويد السلطة وده موضوع النظام يبقى احنا كده استعرضنا من وظائف من وظائف الإدارة في ظل الحكومة الإلكترونية قلنا فيه أربع وظائف وهي التخطيط الإلكتروني التنظيم الإلكتروني القيادة الإلكترونية الرقابة الإلكترونية خدنا مع بعض احنا التخطيط الالكتروني بأسئلته بتفصيل بتاعه خدنا التنظيم الالكتروني لو يقولنا مع بعض بكل بساطة عشان ما ننساش قلنا التخطيط الالكتروني هيقول لي ايه المقصود بالتخطيط وخصاصه ايه انواع التخطيط ايه خطوات التخطيط الالكتروني وخطوات اعداد الخطط التنفيذية وبعد كده ضوابط التخطيط الجيد في التنظيم قلنا عايجي يقول لي ايه هي المقصود بالتنظيم الالكتروني وإيه هي خصائص التنظيم الإلكتروني وفيه خصائص تانية اللي يقولنا عليها خصائص الهيكل التنظيمي اللي أنا قلت بقول فيها الانتقال إلى الانتقال إلى الانتقال إلى وبعد كده خدنا تفويد السلطة ومشاكل تفويد السلطة بعد كده نستعرض موضوع تاني وهي القيادة الإلكترونية إيه المقصود بالقيادة الإلكترونية؟ يبقى القيادة الإلكترونية دي هي إيه؟ قال لي هي تلك القيادة الاستراتيجية التي تعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات في قيادة المرؤوسين يبقى معنى كلمة قيادة الكترونية اللي هي تعتبر قيادة تعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات في قيادة مين المرؤوسين طب القيادة الكترونية وظيفة إدارية ولا مش وظيفة إدارية قلنا القيادة الكترونية تعتبر وظيفة من ضمن الوظائف الإدارية يبقى نقول تلك الوظيفة الإدارية يبقى الجملة بتاعتي القيادة الإلكترونية تلك القيادة الاستراتيجية التي تعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات في قيادة المعروسين طب ايه هي أنواع القيادة الإلكترونية لو بصينا كده يا جماعة علاقة القيادة الإلكترونية بتضم ثلاث أنواع واحد القيادة التكنولوجية الصلبة اثنين القيادة البشرية النعمة ثلاثة قيادة الزيت يبقى القيادة الإلكترونية بتضم كم نوع عندي القيادة الإلكترونية القيادة الإلكترونية بتضم ثلاث أنواع قيادة تكنولوجية صلبة قيادة بشرية نعمة وقيادة الزات طبعا ميستر يلف أعفزهم كده بدون أن أعرف كل واحدة بتكلم عن إيه قلنا لا لازم أفهم يعني إيه القيادة التكنولوجية الصلبة ممكن يسأل لي فيها في مصلاح علمي ممكن يسأل لي فيها في صحة وغلط ممكن تجيلي في أكمل لبعنا لازم أفهم إيه القيادة التكنولوجية الصلبة ويعني إيه القيادة البشرية النعمة ويعني ايه قيادة الزيت لو بصينا كده مع بعض عليه القيادة التكنولوجية الصعبة الصلبة تقوم على استخدام تكنولوجيا الانترنت ما من اسمها هي كده قيادة تكنولوجية يبقى على طولها استخدم تكنولوجيا النت يبقى القيادة التكنولوجية الصلبة تقوم على استخدام تكنولوجيا الانترنت طب القيادة البشرية النعمة هل من اسمها كده قيادة بشرية نعمة استخدم فان نت قال لي لا دي بتكون ذات حسي انساني كبير يبقى القيادة البشرية النعمة بتكون ذات حس إنساني كبير طب قيادة الذات تتكون من الحس الدقيق لاستخدام التكنولوجيا تتكون من الحس الدقيق لاستخدام التكنولوجيا يبقى أنا كده أنواع القيادة قلنا مع بعض كم نوع من القيادة قلنا القيادة بتضم ثلاث أنواع قيادة تكنولوجية صلبة قيادة بشرية نعمة قيادة الذات طب لو جالي مصطلح علمي وقال لي بتكون ذات حس إنساني كبير ذات حس إنساني كبير هل دي تكنولوجيا صلبة؟ لا مالاش دعب تكنولوجيا صلبة يبقى دي قيادة بشرية نعمة برفعليه كده طب القيادة تكنولوجيا الصلبة إيه؟ إلا أنا بستخدم تكنولوجيا الإنترنت يبقى أنا هنا في السؤال ده استعرضنا إيه المقصود بالتنظيم إلكتروني معاسة إيه المقصود بالقيادة إلكترونية وإيه هي أنواع القيادة إلكترونية نستعرض كده موضوع تاني في القيادة بيقول لي احنا قلنا أنواع القيادة كم نوع؟ ثلاثة طب ما هي خصائص القيادة التكنولوجية الصلبة؟ قال لي خصائص القيادة التكنولوجية الصلبة بتضم ثلاث خصائص قيادة ذات حساسية عالية قيادة تعتمد على الإنترنت ما هو أكيد لو أنا عرفت معنى إيه القيادة التكنولوجية الصلبة تكنولوجية تعتمد على الإنترنت يبقى أجيب خاصية منها ليه تعتمد على الإنترنت وهي قيادة التوارئ قيادة التوارئ يبقى القيادة التكنولوجية الصلبة من ضمن خصائصها اللي هي ذاتة حساسية عالية تعتمد على الانترنت قيادة التوارئ طب ما هي خصائص قيادة الزيت قلنا قيادة الزيت لها اربع خصائص وهي القدرة على تحفيز انفسهم الولاء للشركة سرعة التأثير في البيئة الالكترونية المهارة والمعونة في التكيف طب هل في عندي خصائص القيادة البشرية النعمة قلت لأ عندي السؤال بيجي ما هي انواع القيادة البشرية النعمة والقيادة البشرية النعمة بتضم تلت انواع قائد زبائني قائد معرفي قائد تنافسي يبقى احنا كده في القيادة اسئلتها بكل بساطة عندي وجزء بسيط بتاعها ايه هي القيادة الالكترونية ايه انواع القيادة الالكترونية وبعد اما اخذ انواع القيادة الالكترونية استعرض فيها ايه خصائص القيادة الالكترونية التكنولوجية الصلبة ايه خصائص قيادة الزيت انما في البشرية النعمة بقوله ايه هي انواعها ده الجزء بتاع القيادة الالكترونية يبقى احنا كده تكلمنا على التخطيط تكلمنا على التنظيم وتكلمنا على القيادة نستعرض نقطة تانية وهي الرقابة الالكترونية ايه معنى او المقصود بالرقابة الالكترونية قال لي قصة الرقابة الالكترونية دي لها موضوع اللي انا بستخدم الحاسبات الالية وقواعد البيانات يبقى الرقابة الالكترونية بستخدم إيه وإيه؟ حاسبات آلية وقواعد بيانات في إيه بالزبط؟ في معرفة الفرق بين الإنجاز المحقق والمستهدف يبقى القادة الإلكترونية تاني شاني نكون فهم منها إلا أنا بستخدم الحاسبات الآلية وقواعد البيانات طب بستخدم ده وده في إيه بالزبط؟ في معرفة الفرق بين الإنجاز المحقق والإنجاز المستهدف أنا كالمستهدف لي إلا أنا أنتج أو المستهدف لي الشري 50 سلع الشريت منهم 30 يبقى المحقق 30 المستهدف كان 50 يبقى أنا استخدمت الرقابة يجي يقول لي كنت استخدام الرقابة الإلكترونية في معرفة الفرق بين المحقق والمستهدف أقول له الجملة صح في معرفة الفرق بين الإنجاز المحقق والمستهدف من أجل معرفة الانحراف وتصحيح الأخطاء يبقى الرقابة الإلكترونية تاني هي استخدام الحاسبات الآلية وقواعد البيانات في معرفة الفرق بين حاجتين الإنجاز المحقق والمستهدف من أجل معرفة الانحراف وتصحيح الأخطاء الرقابة الإلكترونية دي جماعة بتعد بخطوات فيجي يقول لي ما هي خطوات الرقابة الإلكترونية خطوات الرقابة الإلكترونية عندي أول خطوة هي إعداد معايير الأداء بعدها متابعة الأداء الفعلي ثلاثة قياس الأداء أربعة تصحيح الانحرافات يبقى الرقابة الإلكترونية عادت عندي بكم خطوة قلنا الرقابة الإلكترونية بأربع خطوات عشان نجيبهم ببساطة أول نحفظهم خطوات الرقابة الإلكترونية أول حاجة إعداد معايير الأداء متابعة الأداء قياس الأداء يبقى أنا عندي ثلاث حاجات فيهم أداء هي أول خارجة بعملها إيه؟ إعداد معايير الأداء بعد ما أحط معايير الأداء أبدأ عملية متابعة الأداء بعد كده قياس الأداء وفي النهاية خالص بقوم بعملية تصحيح الانهرافات طب في أسئلة تانية ممكن يسألني إيه في الرقابة الإلكترونية نستعرض كده لسؤال تاني بيقول ما هي مميزات الرقابة الإلكترونية وعيبها لو بصينا كده مع بعض أول ميزة من ضمن مميزات الرقابة العملية الرقبية لا تكتصر على التنفيذ بل المتابعة والتصحيح بمعنى أن الرقابة دي مشانا نفست الحاجة فخلاص كده ألغي كل حاجة لازم أتابع بعدها وأبدأ أصحح أكثر قدرة على معرفة المتغيرات الرقابة في الحاضر وقلة المفاجآت الداخلية أكيد نتيجة ميزة من مميزات الرقابة اللي أنا ما أجيش كده هتفاجئ بأي حاجة داخلية أي حاجة بتحصل الرقابة الشملة وسرعة انتشار النتائج يبقى الرقابة الإلكترونية لها بعض المميزات عشان لو سألني في سؤال صح وغلط وقال لي من عيوب الرقابة الإلكترونية وهي الرقابة في الحاضر وقلة المفاجآت الداخلية أقول له غلط لأنها دي من مميزاتها طب ميزة تانية وهي لا تقتصر على التنفيذ مش هام حاجة عند التنفيذ بل المتابعة والتصحيح ميزة تالتة وهي أكثر قدرة على معرفة المتغيرات بتكون فيه رقابة شملة وسرعة انتشار النتائج دي مميزات الرقابة الإلكترونية طب عيوبها إيه؟ قلت من ضمن عيوب الرقابة الإلكترونية أول عيب يقابلني وهي سهولة الاختراك بعد كده تفتقر للتفاعل الإنساني إحساس العاملين بأن الإدارة تراقبهم عن بعد إن العامل بيشتغل وحاس إن الرقابة تملي متابعاه فدي من ضمن عيوب الرقابة الإلكترونية يبقى الرقابة الإلكترونية إيه مميزاتها وإيه عيوبها يبقى احنا كده قلنا مع بعض في الرقابة الإلكترونية خدنا إيه معنى أو المقصود برقابة الإلكترونية إيه خطوات الرقابة الإلكترونية إيه مميزاتها وإيه عيوبها إيه مميزاتها وإيه عيوبها قبل ما نخش على موضوع تاني وهو إدارة المشاريات استعرضنا احنا كده مع بعض اللي هي وظائف الإدارة قلنا الجزء اللي احنا خدنا النهاردة ما فيش امتحان من امتحانات الدبلوم إلا ما بيكون موجود عندي سؤال مقال على وظائف الإدارة بيجيب لي وظيفة منهم أو وظيفتين وفي أسئلة أكمل وفي أسئلة صحة وغلط والمصطلح العلمي بيجيب لي سؤال من وظائف الإدارة فساعتك لما بتيجوا تقعدوا عايز أمسك المادة أذكرها وخلصها بقسم المادة لزي ما قلتوك الحصة الفاتت الجزء اللي خدنا الحصة الفاتت حكومة الإلكترونية يبقى دي أول جزء عندي قسمت خدت الحكومة الإلكترونية وحالت على أسئلاتها اللي بتيجي دخلت على الجزء الثاني اللي هي وظائف الإدارة اللي هم أربع وظائف التخطيط الإلكتروني التنظيم الإلكتروني القيادة الإلكترونية الرقابة الإلكترونية وامسك كل نقطة أفهم أسئلتها إيه وقبل ما نستعرض نقطة تانية لو حبينا نجيب كده أسئلة مع بعض على الجزء اللي احنا خدناه في شكل أسئلة صح وغلط وأسئلة أكمل ونشوفها مع بعض نحلها إزاي ونشوفها عاديين مركزين ولا لو قلنا مع بعض وجالي سؤال وقال لي من أنواع التخطيط الإلكتروني نقط ونقط ونقط يا ترى إيه أنواع التخطيط الإلكتروني تمام اللي بقول معنا صح واحد التخطيط الاستراتيجي اتنين التخطيط التكتيكي تلاتة التخطيط التنفيذي طب سألني سؤال تاني في صح وغلط وقال لي القيادة التكنولوجية الصلبة زي تحس إنساني كبير الجملة صحة ولا غلط تمام الجملة غلط لأن القيادة التكنولوجية الصلبة تعتمد على تكنولوجيا الإنترنت طب مال مين هي الزي تحس إنساني كبير ده القيادة البشرية النعمة طب لو جالي سؤال تاني وقال لي ما هي أنواع القيادة البشرية النعمة أقول له القيادة البشرية النعمة بتضم كم نوع تمام تلاتة أنواع قائد زبائني قائد ايه تاني معرفي تمام يبقى أنا كده لازم يا جماعة ما نيجي نشوف مع بعض الأسئلة بشوف الأسئلة جات لي صح وغلط جات لي أكمل على حسب ما بتجيلي أسئلة المقال اللي هيجي يقول لي ما المقصود بالتخطيط وخصاصه إيه المقصود بالتنظيم إيه المقصود بالرقابة إيه هي أنواع القيادة إيه هي أنواع التخطيط إيه هي خطوات عملية الرقابة إيه هي خطوات التخطيط يبقى أنا بساعد المواضع دي وأحاول أبدأ أجيبها كل موضوع لوحده التخطيط لوحده بأسئلته التنظيم لوحده بأسئلته القيادة لوحدها بأسئلتها وبعد كده الرقابة لوحدها بأسئلتها نستعرض بقى موضوع تاني وهو موضوع إدارة المشريات اللي هي المادة بتاعتنا بناخده إحنا إدارة المشريات يمكن من أطول تعرفات موجودة في المنهج اللي هو تعريف إدارة المشريات إيه معنى إدارة؟ عشان نفهمها كده ببساطة إيه معنى إدارة المشريات في كل منشأ يا جماعة وفي كل مكان قبل ما نشوف التعريف في إدارة اسمها إدارة المشريات وإدارة المشريات دي موجودة عندي لو الإدارة دي اشتريت صح وجابت المنتج بتاعي صح المواد بتاعت صح اتريح الادارات اللي بعدها على طول لكن لو انا جبت المنتج بتاعة او الخامة بتاعت جبتها بسعر غالي او اجبتها غلط البعد كلا الباقي عايي تعب عندي يبقى الادارة دي مهمة في المنشأة والادارة اللي بيقوم عليها باقي الادارات دي ايه معلى ادارة المشاريات بقى هي الادارة المنموط بها شراء مستلزمات المنشآت باستخدام التقنيات الحديثة يبقى ادارة المشاريات هي الادارة المنموط بها شراء مستلزمات المنشآت باستخدام التقنيات الحديثة من ايه من المواد والمهمات بخمس حاجات بالجودة المناسبة والكمية المناسبة وبالسعر المناسب من مصدر شراء المناسب في الوقت المناسب يبقى التعريف جلو عايز احفاظنا علاقة تعريف لذيذ كلا واحفاظه ببساطة قوي ان اقدارة المشاريات قلنا ادارة منموط بها شراء مستلزمات المنشآت انت يا جماعة الادارة دي انت لها تشير لنا مستلزمات المنشآت باستخدام تقنيات حديثة طب بتشير ايه تقنيات حديثة من ايه من المواد والمهمات بتشير باي جودة واي سعر واي كمية قلت لا باشتير بالجودة المناسبة واشتير بالكمية المناسبة واشتير بالسعر المناسب من مصدر شراء المناسب في الوقت المناسب اكيد انا قلت في البداية خالص ان ادارة المشاريات دي لو اشتريت الكلام ده كله بطرقة سليمة وترقة صح الادارات اللي بعد مش هتتعب يبقى انا اركز تركيز مهمة قوي على ادارة المشاريات طب لا تخيلنا مع بعض كده الشراء الحكومي ده بيتم ازاي الشراء الحكومي يا جماعة بيتم عندي بترقة معينة عشان انا عندي لو بصينا كده نتكلم مع بعض في المادة عشان الجزء اللي جايل ان شاء الله اللي احنا هناخده في الحلقة الجاية اللي هي المناقصة العامة والمناقصة المحلية والمحدودة نفهم الجزء ده مع بعض دلوقتي ان شاء الله يبقى مقدمة للحلقة الجاية اما بحب الشراء عندي الجهة الحكومية لو تخيلنا كده ان كل جهة او كل مصنع او كل منشاء او كل مكان في لجنة اسمها لجنة مشاريات وفي ادارة اسمها ادارة المشاريات الادارة دي هي الايمة على عملية الشراء باجي اكلف سين وصاد وعين ودول هم المسؤولين عن ادارة المشاريات طب والله احنا النهار ده عايزين خمسين تكيف في المصنع بتاعنا اعايزين خمسين جهاز اعايزين تلات مكينات اعايزين نجيب خامات زي نجيب معدات فالادارة دي بيعودوا مع بعض이 بداء يعملوا عملية حاجة اسمها مناقصة المناصة دي اللي هي انا بعملها ازاي بعمل مناقصة عامة من خلال اللي انا بحط الشروط بتاعتي واقول المواصفات اللي انا عايزها انا عايز واحد اتنين تلاتة كما ب المناقصة دي واحد بس بتقدم فيها قلت لا المناقصة دي سين وصاد وعين اتقدمه في المناقصة انا كشخص وعايز اعمل المناقصة دي وتقدم فيها عندي كذا واحد بعمل ايه بعمل حاجة اسمها كراسة الشروط بكتب فيها المواصفات اللي انا عايزها والخامات اللي انا عايزها وكل حاجة عندي بتشمل المنتج بتاعي اللي وافقت عليه اللجنة بحطه في كراسة الشروط بيجي الموارد عندي اللي هو عايز يورادل المنتجات دي بيشير الكراسة دي بيطلع على الشروط اللي موجودة عندي وبيبدأ يقدم في المناقصة قدم في المناقصة بيقدم إزاي في المناقصة؟ قلت بيقدم في المناقصة من خلال حاجة اسمها بيقدم العطب بتاعه في مظروفين بيكون فيه عندي ظرف فني وظرف مالي يبقى أنا المناقصة بتاعتي بتقدم في مظروفين ظرف فني وظرف مالي الأظرف دي قدمها الموارد بتيجي اللجنة بتجتمع في المكان زي المكان اللي احنا عاديين فيه ده بتجتمع اللجنة مع بعض وتشوف الأظرف الموجودة أول حاجة بتحط الظرف المالي في صندوق عندها واتطلع على الأزرف الفنية بتمسك الظرف ده بترى اسم الشخص الموارد وبياناته وكل حاجة عنه وبتحاول تحط كده تأشيرة أو دائرة حوالين أي شطبق أو أي كشت وبتدي كل زرف من ده أو كل عطا من ده بتديله رقم معين وبتسجل كلام ده في مهضر بعد كده بنتطلع على الأزرف المالية بحيث بنشوف مين عندنا اللي هو أفضل عقد متقدم لي اللي أنا أبدأ أقول له لو سمحت تعال أنت أبدأ هاتلي أو أوردلي المنتجات اللي أنا عايزة أو أوردلي الحاجة اللي أنا عايزة ده اللي بيتم عندي في عملية الشراء ماينفعش أن ننزل كده عايزة الشراء حاجة في المصطح الحكومية بتاعتي ولا مسؤول لجنة مشرائيات أو هننزل داخل على محل واجيبها وقول له خد أنا جبت دي لازم أي أن كان بتعمل منقصة عامة المناقصة بقى للموضوع بناء مثلا مجمع بناء مبنى لمناقصة لتوريد آلات معدات خمات بيبقى نفس الكلام ده كله بتعمل من خلال المناقصة طب الحكومة بتشير بالمناقصة بس قلت لا طرق الشراء الحكومي في كذا طريقة عندي في طريقة اللي هي المناقصة العامة في طريقة اسمها المناقصة المحلية في طريقة تانية اسمها المناقصة المحدودة في الممارسة العامة الممارسة المحلية وفي الاتفاق المباشر يبقى طرق الشراء الحكومي بتتم بست طرق منقصة عامة منقصة محلية في عندي منقصة محدودة في ممارسة عامة وممارسة محلية في بعد كده الاتفاق المباشر ده اللي بيتم عندي من خلال طرق الشراء الحكومي ولجنة المشارات بتقوم بالشراء بالطرق دي يبقى أنا أكيدا النهاردة مع بعض استردنا عشان منتوش من بعض خدنا وظائف الإدارة وقلنا وظائف الإدارة هي بتقوم وظيفة الإدارة على أربع وظائف اللي هي التخطيط تنظيم قيادة رقابة بس لو قال لو وظائف الإدارة في ظل الحكومة الإلكترونية اللي بن رسل سنة دي أقول له التخطيط الإلكتروني القيادة الإلكترونية التنظيم الإلكتروني الرقابة الإلكترونية بعدها خدنا تعريف إدارة المشاريات وقلنا ده من التعرفات المهمة قوي هيقول لي ما المقصود بإدارة المشاريات بعد كده قلنا مع بعض الأسئلة اللي ممكن تجيلي صحة وغلط ممكن يجي يقول لي أول حاجة من وظائف الإدارة في ظل الحكومة الإلكترونية التقطيط الإلكتروني والتنظيم الإلكتروني والقيادة الإلكترونية فقط أو التقطيط والتنظيم فقط يبقى الجملة غلط لأن لو بصينا كلا مع بعض عليه وظائف الإدارة في ظل الحكومة الإلكترونية أربع وظائف تقطيط إلكتروني، تنظيم إلكتروني، قيادة إلكترونية، رقابة إلكترونية يجي يقول لي التقطيط الإلكتروني هو الوظيفة الإدارية التي تهتم بتوقع المستقبل وتحديد نقط لإنجاز نقط تحديد أفضل السبل لإنجاز الأهداف التنظيمية ده ممكن سؤال يجي لي في أكمل يقول لي التقطيط الإلكتروني وظيفة إدارية تهتم بتوقع المستقبل وتحديد نقط أقول له أفضل السبل لإنجاز الأهداف التنظيمية ممكن سؤال تاني يقول لي صح أو غلط من خصائص التقطيط الإلكتروني أنها زات مرونة عليها جدا أقول له طبعا الجملة صح لأن من خصائص ياريت نكتب الأسئلة دي معايا من خصائص التقطيط الإلكتروني أنها زات مرونة عليها جدا سؤال تاني قال لي من أنواع التقطيط الإلكتروني نقط ونقط ونقط أقول له التقطيط الاستراتيجي، التقطيط التكتيكي، التقطيط التنفيذي طبع يقول لي سؤال تاني صح وغلط التخطيط التنفيذي يهتم بشؤون المنظمة ككل هل صح ولا غلط الجملة دي التخطيط التنفيذي يهتم بشؤون المنظمة ككل طبعا نقول له الجملة غلط لأن التخطيط الاستراتيجي هو اللي بيهتم بشؤون المنظمة ككل لو قلنا كده سؤال تاني من خطوات التخطيط الاكتروني هو توفير التمويل الكافي من خطوات التخطيط الاكتروني توفير التمويل الكافي الجملة صح والغلط طبعا الجملة صح لأن من خطوات التخطيط الاكتروني توفير التمويل الكافي طب لو قال لي من خطوات اعداد الخطط التنفيذية هو توظيف العناصر المهرة من خطوات اعداد الخطط التنفيذية هو توظيف العناصر المهرة اقول له غلط لان توظيف العناصر المهرة دي من خطوات التخطيط الالكتروني بعدها نقطة تانية من خطوات اعداد الخطط التنفيذية هي اختيار الحل الأمثل وتنفيذ الخطة طبعا من خطوات إعداد الخطة التنفيذية اللي أنا بختار الحل الأمثل وتنفيذ الخطة طب سؤال تاني قال لي من خطوات إعداد الخطة التنفيذية وضع الأهداف وتحديد الأهداف فقط خطوات إعداد الخطة التنفيذية هي وضع الأهداف وتحديد الأهداف المستقبلية فقط أقول الجملة غلط لأنه لسه في عندي تحليل وتقييم البيئة تحديد البدائل تقييم البدائل اختيار الحل الأمثل وتنفيذ الخطة بعدها قلنا من ضوابط التخطيط الجيد من ضوابط التخطيط الجيد لو قال لي نقط ونقط ونقط أقول له فيه ضوابط نوعية وضوابط كمية وضوابط زمنية يبقى لو قال لي أكمل من ضوابط التخطيط الجيد ضوابط نقط ونقط ونقط أقول له ضوابط نوعية وضوابط كمية وضوابط زمنية طيب لو قال لي صح وغلط الضوابط الكمية هي تتمثل في جودة المواد المطلوب شرائها احنا قلنا مع بعض كمية يبقى معتمدة على الوقت المناسب أو الكمية معتمدة على الكمية المناسبة زمنية تعتمد على الوقت المناسب طيب النوعية قلت الجودة المناسبة أو جودة المواد المطلوب شرائها يبقى الجملة هتكون غلط لأن الضوابط النوعية هي اللي بتمثل في جودة المواد المطلوب شرائها للتخطيط دعمتين أسياتين هما نقط ونقط أقوله الأهداف والتنبؤ للتخطيط دعمتين أسياتين هما الأهداف والإيه والتنبؤ طيب بعد كده قال لي التنظيم الإلكتروني أكمل التنظيم الإلكتروني هو وظيفة إدارية تهتم بنقط ونقط تقوله تهتم بالموارد البشرية والمادية من خلال تصميم هيكل نقط هيكل أساسي للمهام والصلاحيات بعدها لو قلنا مع بعض من خصائص التنظيم الإلكتروني هي الانتقال إلى التنظيم الأفقي قلنا لا فيه انتقال إلى أو انتقال من يبقى دي اسمها خصائص الهيكل التنظيمي قلنا مع بعض خصائص التنظيم وخصائص الهيكل التنظيمي عشان أفرق بينهم إن خصائص الهيكل التنظيمي الانتقال إلى والانتقال إلى أو الانتقال من الهيكل المحدد غير محدد أما خصائص التنظيم ببدأ أقوله فيها خصائص التنظيم اللي هي التقسيم الإداري سلطة الأمر الرسمية المركزية واللمركزية بعد كده يا جماعة أنا عايز نعمل إيه نمسك دول زي ما لعملت كده دلوقتي معاكم مراجعة التخطيط والتنظيم أبدأ أجيب أسئلة عليها في صح وغلط وفي أكمل ودي أسئلة لنفسي واجيب دي مصطلح علمي واشيل دي وحط دي صح وغلط واشيل كلمة وحط كلمة وابدأ أتضرب عليها وهل كتير عليهم بنفسي أطلع أسئلة من المواضيع الأربعة دول علاء نفسي ما شاء الله حافظتهم وبقت زي الفل وأي سؤال يجيلي في الامتحان على الوظائف الإدارة سواء تخطيط أو تنظيم أو قيادة أو عقابة إن شاء الله السؤال بتاعي يكون مضمون 100% بإذن الله كده يبقى فضلنا جزء تاني وهي المناقصة العامة وربنا رفاكم إن شاء الله وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته